حوثنة المؤسسات الحكومية وإقصاء من لا يدين بالولاء لدعاة صرخة الموت نهج سارت عليه الميليشيات الحوثية وتكرسه في مختلف المرافق الحكومية سيما قطاع التربية والتعليم مصادر محلية بمحافظة ريمة أكدت بأن الميليشيات الحوثية قامت بإقصاء مديري التربية والتعليم بمديريتين السلفية وكسما واستبدلتهما بشخصين آخرين مؤهلهما الوحيد الانتماء لهذه الجماعة الضالة والمضلة هذه الخطوة تأتي في سياق جريمة منظمة للعصابة الحوثية ضد قطاع التربية وتعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها حيث دابت على تغيير عدد من مدراء التربية والتعليم في المديريات وكذا مدراء المدارس الذين رفضوا الانصياع للجماعة وتنفيذ مخططاتها بهدف نشر أفكارها المتطرفة في أوساط الطلاب وجعل التعليم مطية لزيادة أعداد المغرر بهم تمهيدا لاقتيادهم للقتال في حروبها العبثية ولم تخفي الميليشيات حقدها على نظام الجمهوري الذي أرسى قواعد متينة لتعليم بمختلف مراحله من خلال مساعيها الحثيثة إلى فرض قسم الولاية الطائفي وإحلاله بدل النشيد الوطني في أكثر من ثمانية آلاف مدرسة ترزح تحت سيطرتها في خطوة خطيرة لطمس هوية نظام ما بعد الثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي قضت على ثلث الفقر والجهل والمرض تحذيرات لا تتوقف من منظمات محلية وعالمية عن تدهور العملية التعليمية نتيجة حوثنة تعليم بقيادة إحيال حوثي شقيق زعيم الميليشيات وحسب منظمة يونسيف فإن الحرب المتواصلة منذ نحو خمس سنوات والتي أشعلتها جماعة الموت قد تسببت في إغلاق أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربع وثمانين مدرسة وأصبح تعليم أربعة ملايين ونصف المليون طفل يمني محفوفا بالمخاطر والأدهى والأمر هو حرف العملية التعليمية عن مسارها صحيح من بناء ونهضة المجتمعات وإرساء ثقافة تعايش إلى معول هدم ووسيلة لنشر ثقافة الكراهية والموت